موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين مجددا ودائما في برنامجكم على فكرة حلقتنا اليوم راح نبداها أيضا بقصة قصة جميلة مضحكة نوعا ما بنبداها بكلمة وانتوا بكرامة كان فيه شخص عند أحمارين بيطلع من مدينة لمدينة وهذا الشخص يبيع الملح ويبيع القدور فحطه أكياس الملح على واحد من الحمير والثاني حطه على ظهر القدور وتم يمشي علشان يوصل للمدينة الثانية ويبيعهم في منتصف الطريق هذه الحيوانات المسكينة وايد تعبت فشافوا ماي فيبون شوية يرتاحون طبعا الأحمار اللي شال للملح كان من هد أما الثاني اللي شال القدور قدور خفيفة جدور عادية يعني وفاضية وما فيها شيء فكان عادي ونستانس فالأحمار الثاني بدون وعي وبدون إدراك على طول قام وطب في البحيرة كان في بحيرة وطب فيها على طول فشلي صار؟ كل الملح اللي على ظهره ذاب فلما طلع كان فرش وكان منعنش ويعني مبسوط ومستانس الثاني اللي أوردي أصلا مش تعبان شاف الحمار اللي طلع بوايد مستانس من البحيرة وقال أنا بساني نفسه فقام ودخل في البحيرة بس لما طلع خلاص يعني حينه مهدود ومنهك وخلاص باقي نقطة بيموت نستشف أو نتعلم من هذه القصة شنو؟ الملح معروف إنه مع الماء يذوب فشي طبيعي إن كل اللي كان شال لنا على ظهره هذا الحمار ذاب فلما طلع طلعه ما عنده شيء أما القدور الفاضية لما كانت فاضية وكانت خفيفة بس لما دخل في هذه البحيرة طلع وكل الجدور فيها ماء فأوهو شو يا بلوة ثانية أكبر من البلوة اللي عنده هني نعرف إن التقليد آفة وللأسف إحنا قاعدين نعيش في وقت وفي مجتمع وفي ثقافة تسمى ثقافة التقليد الأعمى إحنا ما نعترف بهذا الشيء ولكن للأسف كل شيء قاعد يبين عندنا أن إحنا قاعدين نقلب بتقولون لي شهد كيف؟ أقولكم الفاشنستات اللي طالعين حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي إذا كلوا من هذا المطعم يعني هو حلو إذا تعطروا من هذا العطر يعني هذا حلو وإذا راحوا هذا المكان يعني هذا حلو طيب وين ذوقي أنا الشخصي؟ وين الفكرة اللي هذا الشي يناسبني؟ هذا الشي ما يناسبني يمكن هي كالة أكلها معينة هي ما تتحسس منها لكن أنا أتحسس يمكن هي راحت بلاد معينة استانست فيها في جو معين أنا رحت وانتكست فيها التقليد الأعمى يعني شي ضار بالمجتمع آفة تفتك المجتمع تدخل تنهش في العقول تخلي الإنسان إمعه ما عنده شي غير أنه يقلد ماسك هذا التلفون أو يشوف التلفزيون أو المجلات أو شو ما كان وبس كل شغلته في الحياة أنه هو يحاول أنه يتبع كأننا نحن عايشين في سباق من هو الأول؟ هذه سوت أنا بسوي هذه سوت أنا بسوي والأدهى والأمر لما يكون هذا السباق ما حد يتأثر ويتأزم فيه غير الأهل والعوائل الأم والأب اللي يكدحون ويشتغلون وما تشوفوا عيونهم النوم بس علشان عيالهم علشان يأمنون لهم لقبة هنية ولبسها مرتبة ومسكن وبيت ومأمن يقدرون يعيشون فيه في العديد من العوائل أبناءهم تمردوا ليش؟ بس لأنهم يبون يلبسون هذه الماركة المعينة ولا يروحون هذه البلاد المعينة أو يشترون هاي الشغلة المعينة ولكن هم أصلا مستواهم ما يسمح فيضطر الأب أو تضطر الأم إنها مثلا تلغي أشياء معينة بس علشان تحقق رغبة هذا عشان تحقق رغبة هذا الأبن أو هذه البنت يا أبناء رفقا بأهلكم ويا زوجات رفقا بأزواجكم ويا أزواج رفقا بزوجاتكم فاللي تشوفونهم وين ما كانوا في أي وسيلة من وسائل الإعلام ما هم إلا شيء مفبرك ما في إنسان بيطلع وبيقابل ما في إنسان بيطلع وبيوقف جدام كاميرا وبيتكلم لعدد مهول من الناس وبيطلع بصورة طبيعية فلا تقارن اللي عندك في البيت بلي تشوفهم على شاشات التلفزيون وأنت لا تقارنين ووضعك مع زوجتش ومع عيالتش مع أي حد من المشاهير أو اللي يستعرضون حياتهم لنا في النهاية هذه كلها دعاية وعلى فكرة ما حد راح يستمتع في حياته غيرك أنت وللعلم خلك واعي وخلك مثقف وخلك أذكى من أن حد يلعب بحقلك اشتركوا في القناة